شهدت الجمعية العمومية في التمامة التاسعة طبعا اجتماع يعني نزول لكم تاريخي بالنسبة للنادي طبعا المهندس محمود طهر كان موجود بيتابع بشكل كبير عملية التصويت وأعضاء مجلس الإدارة بشكل كبير أيضا بيتابعوا هذه الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على اللايحة كلنا طبعا أمل أن احنا إن شاء الله اللايحة طبعا يتم المحفقة عليها عشان نقدر بقى نشوف الفترة الجاية النادينا هيروح لفين قطرة موجودة رياضية اسمها النادي الأهلي كيان كبير وزي ما بقول لكم الأهلي فوق الجميع فوق جميع أبناء وبس عشان الناس تتفهم هذه الكلمة الأهلي فوق جميع أبناء وإحنا موجودين كلنا عشان الكيان ده يفضل موجود الكيان ده يفضل ماشي بالبطولات بالشكل المميز سواء بقى اجتماعيا ثقافيا رياضيا زي ما احنا شايفين النادي الأهلي ده مؤسسة بتساعد الدولة في حاجات كتير جدا لازم نتفهم كده وجودك في هذا النادي هو فخر فخر كبير جدا للرياضة فخر كبير لنفسك أن انت تبقى أنا أهلاوي أنا موجود عضو في النادي الأهلي هنبقى بالناس كتير جدا في الشارع بيستمتع جدا هو بيقول لي يا كبير محمد أنا عضو في النادي الأهلي ده حاجة مميزة عشان كده احنا لازم نحافظ على ندينا والوجود اللي انا شايفه أمامي على الشاشة وحضراتكم شايفينه ده حاجة مميزة جدا هنستكمله إن شاء الله غدا وده حاجة مهمة جدا من خلال طبعا وجودك ووجود بقية الجامعية العمومية غدا أكيد فيه ناس ظروف النهاردة مختلفة بنساهل طبعا وده كان الهدف الأساسي من مجلس إدارة إنه يساهل اليوم أو اليومين دول يبقى موجود فيه تسهيل لعضاء الجامعية العمومية إنه يبقى النهاردة وبكرة جاءوا حر في السيام فيه ناس ممكن تكون في شغلها فبالتالي أو يعني فيه ناس في الشغل طبعا يوم جميعا فممكن فيه ناس في الويك اند موجودين بره القاهرة يبتدوا ويرجعوا يبتدوا الأمور تبقى سهلة زي ما أقول لكم ممكن إجراءات مكسفة إن شاء الله غدا في فرع الجزيرة عشان تصويت لليوم التاني على الاجتماع الخاص أو على اللايحة والتصويت على اللايحة الداخلية للنادي الآلي طبعا اللي هو سيد عبد الرؤوف مدير أمن مقر الجزيرة طبعا بيتابع هو واللي هو 20 شمس اللي بيعمل مجهود كبير جدا طبعا وجميع الأعضاء أو جميع ما كلف بالتنصيق والتنصيق الإجراءات في هذين اليومين أعتقد أنهما بيقوموا بمجهود كبير جدا 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 وإحنا هنا كمان في قناة الأهلي متابعين هذه التقطية والتقطية الكبيرة منذ أسبوعين على اليومين التاريخين دول أنا أقول لكم يومين تاريخين أنا لما من أسبوعين كلمت قبل مباراة الكاس إحنا رايحين لفترة قوية جدا أو صعبة جدا حصولك على كأس مصر وإن أنت تحقق سنائية وأيضا يومين 25 و26 اللي نبتده النهاردة وإن شاء الله تختتم بكرة بنصر زي ما إحنا انتصرنا كده في مباراة الكاس وكسبنا كأس مصر وحققنا سنائية يمكن طبعا الإجراءات الأمنية وإنت تتأمن النادي الأهل الجزيرة أو مقر الأهل طبعا بجزيرة طبعا هيكون فيه تنسيق كبير جدا ما بين اللي هو سيد رؤوف وسيد عبد الرؤوف وأيضا الجهات الأمنية فيه تأمين النادي الأهل وحوالين النادي الأهل أكيد درس النهاردة الجمعية العموية بتديه لكل من يساولنا نفسه أن يتدخل فيه شؤون النادي الأهل وجودكم النهاردة وبكرة أعتقد بتدي درس ليه ممكن ناس ممكن تكون مش حب النادي الأهل يفضل زي ما هو مش حب النادي الأهل يفضل هو الكيان الكبير زي ما احنا بنتكلم لا هيفضل هو النادي الأهل وإنت وجودكم النهاردة وحبكم وخفكم وانتمائكم لهذا الكيان أعتقد حاجة مميزة جدا هنستمر معاكم في التقطية هذا اليوم وطبعا هيكون معايا وضيفين بعد الفاصل هنتكلم بقى إيه الهدف وإيه السبب في المشاكل اللي فاتت دي وأيضا رؤيته من النهاردة لهذه الجمعية العموية والاجتماع الخاص لهذه الجمعية العموية للتصويت على اللايحة رؤيته من النهاردة والفترة القادمة عايزة أقولوكو عايزة نروح شوية للكورة ونجمنا وفريق الكورة عندنا طبعا